أشار تقرير صحفي إلى أن أولوية الحكومة الجديدة هي تنشيط الاقتصاد وتحسين معيشة الشعب ذاكرا أن اقتصاد تركيا يواجه حاليا سلسلة من المشاكل بما في ذلك الانخفاض الشديد لسعر العملة وأزمة الديون والتضخم الخطير ومعدل البطالة المرتفع وفي الأشهر الأخيرة ضعفة القدرة الشرائية للجمهور جراء التصعود الحاد لأسعار الأغذية وفي فبراير أدت زلزال إلى خسائر فادحة تجاوزت قيمتها 80 مليار دولار مثلت نحو عشر ناتج المحلي الإجمالي للبلاد وأضاف التقرير أن الوضع الاقتصادي الصعب سيكون أحد المؤثرات الحاسمة على الانتخابات حيث يهتم الناخبون كثيرا بشأن الاقتصادي هذه ثاني مرة أدلي بصوتي فيها الوضع الاقتصادي لحالي غير جيد نتمنى لتركيا مستقبلا أفضل آمل في تحسين الاقتصاد ورفعية الاجتماعية والحصول على حقوق ومصالح لنساء وأشارت وكالة فيتش الأمريكية للتصنيف الاقتماني إلى أن احتياطات تركيا من النقد الأجنبي تضاءلت بسبب جهود البلاد في تثبيت سعر صرف الليرة واستواجه الحكومة الجديدة تحديات اقتصادية قاسية أي أن كان الفائز في الانتخابات